عوضة الضرب هو كده وجهت نظرها ان في العجر سنين اللي فات وهيبت المعلم تراجعت ثم ايضا العيال بقوا هستخدم تعبير مخفف اوي اشقية اوي واني لازم فعلا المدرس يستعيد هيبته وقالت ان في دراسة حصلت في بريطانيا ده على مسؤولية النائبة المحترمة امال عبد الحميد وقالت الدراسة دي سألوا اولياء الامور تحبوا الرجع العصايا المدرسة لولادكم يتضربوا بيها لو اخطاؤوا 78% من اولياء الامور وفقوا ده الكلام اللي قالته لكن واحد خلينا نختلف مع النائبة المحترمة امال عبد الحميد بنختلف في ايه واحد ربما طبيعة المجتمع البريطاني غير طبيعة المجتمع المصري ربما المدرس هناك لو ضرب في قواعد وفي مراجعة وقدر اخد حق ابني لو هو تجاوز او تعسف في استخدام الحق بس هنا انا ايش ضمنني ده واحد الاجيال الجديدة اللي هي بتاعة الانترنت والكلام ده هتقنح انك هتضربها فهي اجيلك المدرسة يعني انا هروح المدرسة وسيب الموبايل والبليستيشن والكلام ده واللعب مع العيال الكورة اجا روح المدرسة عشان اتضرب هلي الجيل ده يقبل ده طيب هل احنا بناخد القرار ده وندعو اليه ولا لازم نرجع الى اهل اختصاص اسازة الطب النفسي اسازة الطب النفسي بيقولك ان ضرب التلاميذ في المدارس يؤثر عليهم بالسلب نفسيا اجماع لدى اسازة الطب النفسي هتوهم وسألوهم لان الضرب ده هيعمل مشكلة كبيرة جدا بس عجبني اه فنان الكاريكاتير الكبير الاستاذ عمر اسليم نشر النهاردة اه في زاويته اليومية في الصفحة الاخيرة في المصر اليوم راس بكاريكاتير قالك لو المدرسة بقى قررت انها اه تعيد الدرب بقى فقالك بص بقى في المدارس الخاصة والدولية العصائعي اللي ايه على اليمين عبارة عن يعني ايه حتة سلكة كده ليه بقى لا ده الولى ده هو اللي دفع فلوس المدرس يعليه لكن تعالى بقى روح ليه المدرس الحكومية لا بقى انت هتلاقي شو ما يعني ده من باب يعني السخرية لكن اعتقد اعتقد ان عودة الدرب للتلاميذ على يد الاسازة اعتقد هيبقى محل رفض مجتمعي اعتقد وان الموضوع مش موضوع يعني اقتراحات من السادة النواب مع كامل التقدير ليهم لكن هيبقى في رأي عام يعني يعني واحنا نخاف ايضا او نقش على ابنائنا من تعسف الاسازة في استخدام هذا الحق فحبيت اقول لكم ان ده ما ينفعش باي صورة من الصور يعني يعني انت بتحاول تقنع وتقول وكلام اشتركوا في القناة